دوري في العرض عائشة هي زوجة شيخ قبيلة جهينة اللي بيتوفى أثناء قتال ما بين حراس قصر السلطان اللي سرقت بعض قطاع طريق لجواهر قصر السلطان فبدور الأحداث حوالين مجموعة من قطاع طريق بيسرقوا جواهر قصر السلطان المملكة وزوجته بتمرد بسبب أن الصندوق تسرق فهم بيخشوا يتهمسون ويتقامسون بينهما على تقسيم هذه الغنيمة بيحصل استعراض في وسط المشهد العرض كواليسه بين البروفات كنا تيم ورك واحد طبعا ده ما مساعدة الدكتور عبدالله سعد أنه مخرج ممتاز محببنا كلنا ببعض كأبطال العرض الفرقة بتاعتنا إحنا كفرقة أنغام الشباب وكان مديرها السابق الأستاذ مهر عبيد وهو كان المسؤول الأول عن إنتاج هذا العرض والإشراف العام على الأوبريت الأستاذ أحمد الشافعي رئيس قطاع الإنتاج لفون الشباب والاستعراضي السياق الدرامي بتاعه قديم شوية تقدم في الإزاعة المصرية سنة الثمانية وعشرين تأليف الأستاذ داود حسني وألحان أعزي تأليف بديا خيري وألحان داود حسني أخرجه الدكتور عبدالله سعد بشكل استعراضي غنائي بسيط في السياق الدراما لا أكثر ولا أقل إعادة تدوير أو إعادة سياغة الأوبريتات الأديمة كما هي أو إلى تغيير بعض الشيء في السيناريو والدرامي بتاعه ده طبعا بيدي شكل جمالي للموضوع إعادة سياغة الموضوع بتاع أوبريتا يام العز اللي كانت عائلة راتب قدمته في الإزاعة المصرية لأول مرة سنة 1928 إحنا بنحاول بقدر إمكان تدوير الأوبريتات الأديمة القطاع الاستعراضي ده شيء مهم ولازم يتدول في الوقت الحالي لأنه الناس بتشتاق على قد ما فيه مصرحيات كتير بتدي أضايا العروض الأديمة ليها رونقها وليها تدولها الدرامي وليها استعراضاتها الجميلة اللي بتدي إحاء إن إحنا لسه ما زلنا عايشين في العصور القديمة رغم إن إحنا ما تولدناش في وقتها وده اللي بيدينا الإحاء إن إحنا نعيد السياغة للمواضيع اللي بدي من تاني والمصرح يرجع يستعيد نشاطه الاستعراضي من تاني بناء على وجود بعض نخبة كبيرة من المخرجين الموجودين في القطاع المصرحي أو القطاع الأبرالي أو القطاع الثقافي شيء جميل قوي إن إحنا جمهورنا بيخش العرض بينبسط بالعرض وبيخرج يتكلم عليه بشكل كويس فيه إقبال كبير من الجمهور المصري والعربي كمان على تواجد هذه النوعية من العروض الدرامية الأديمة اللي بترجع للعصور ما قبل ذلك في التلاتينات وبنرجحها بشكل أحسن برجحها بشكل استعراضي أحسن برجحها بشكل درامي أحسن بتاجب الجمهور وبتاجب المتفرج كمان ترجمة نانسي قنقر